الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل عام حضركم بخير مشاهدين الكرام في كل مكان ما أجمل فرحة العيد بالذات تكبيرات العيد الفقرة الثانية مع شبابنا الجميل اللي دايما بيذكرون بالله سبحانه وتعالى بدروسهم وكلماتهم واللي كان لهم برنامج متميز معنا في شهر رمضان من على اليمين محمد أبرايحانا مرحبا يا شيخ محمد الله يحفظك نور حضرتك اللهم أمين شوانوس أحمد محروس نورتنا يا شيخ أحمد الله يحفظك ربنا يرفعونكم يحفظكم كل سوق فرحة العيد قبل الحلقة كنت بتكلم فالشيخ محمد قال لنا لي يا عتاب للناس لم تفرحش بالعيد استأذنك مش نبدأ باليمين المراضي سد فضل شعور مش الشمال بقى يا الحمد لا لا مش الشمال إلا الله أمين أمين لا يا الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ان احنا في العيد نفرح ده حال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه افرح يا عمي ده ربنا اداك فرصة اه ربنا اداك فرصة تفرح افرح يعني انت مهموم وعندك مشاكل وعندك بص الدنيا كلها فوق رأسك ربنا قال لك افرح في اليوم ده صلى الله عليه وسلم افرح وربنا يشيل كل الهموم دي افرح واسمع كلام ربنا واسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافرح ان ربنا بنلغك رمضان وصمت وكمت وخلصت رمضان وان شاء الله ربنا يكون اغفر لك ذنوبك كل ده ما خلاكش تفرح حتى وانت مهموم والله يتفرح افرح وكبر ربنا سبحانه وتعالى شان يبهي بيك الملائكة وربنا سبحانه وتعالى يشيل كل الهموم دي وكل مشاكل من عدهرة هو سبحانه وتعالى اللي خلقها فهو سبحانه وتعالى اللي بايده يشيلها ويزيلها ايو الله احسنت شيخ أحمد دايما المدخلة بتكون عن حال النبي صلى الله عليه وسلم ودائما اجمل حاجات حاجة جئتني قبل الفقرة دي ان حاجة بتقولك يعني ما شاء الله من بارك مع اهتمامك يا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحست في حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حاله في صوائف رمضان وفي غير رمضان صلى الله عليه وسلم حلان تخلم دوت عن فرحة فرحة الايد كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في فرحته في اتسامته في ضحكه صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث كان يمزح ولا يمزحه إلا حقه أو صدقه صلى الله عليه وسلم وكمان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه مبتسما صلى الله عليه وسلم وسبحانه الله اعلانه مش زي ما هو بيقول ما تكلوش الأمر لأي حاجة النبي كان أكثرنا همما وأكثرنا عمل في الدعوة وأكثرنا حملة هم الدين وأكثر أعداء في الوقت ده بيعدوه وعنده زوجاته وعنده أولاده وعنده أصحابه بيرابيهم أهو ما رؤية صلى الله عليه وسلم إلا مبتسمة عشان الفرح زي ما محمود كان بيقول في اليوم ده وفي دينا عبادة نعم قل بفضل الله فأنت تتعبد لله بيدخل الفرح والسرور في اليوم ده م شاء الله أحد السلف كان بيقول إظهار الفرحة من شعائر الدين الله فالفرحة واجبة والاستبشار بي واتفاقل له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم طيب أنا كنت هتكلم عن حال النبي بس حالك ما كلمتش عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع لك أرجع لك أرجع لك بس أروح للشيخ محمد شيخ محمد الابتسامة الجميلة اللي في الفيديوهات اللي بتبقى نورة فيسبوك إن شاء الله وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم تعليمنا منه تبسمك في وجه أخيك صدقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم حتى في وجوه غير المسلمين بما كان يدعوهم للإسلام يعني يا عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس متعجبة عبد الله بن سلام راح يعمل يمع النبي عليه وسلم وبالذاته وداخل المدينة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بصت بس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى الفرحة في العين كيف ترى الابتسامة اللي مفروض تكون في وجوه جميع المسلمين يعني والله سبحان الله بشوفها نموذج مصغر للحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نعيشها يعني أكتر عبادة مهمة في العيد اظهر الفرحة والسهور وإن أنت تتزاور مع أهلك والتصامر والصهر دي أهم عبادة في العيد فبحس إن هو نموذج مصغر من ربنا سبحانه وتعالى للحياة اللي احنا المفروض نعيشها أصلا يعني العيد ده جي بعد إيه؟ جي بعد رمضان قطاع العبادة صايم بتقوم الليل بتعتكف الاعتكاف أنت ممكن في الدنيا بتبعد عن أهلك فترة في الدنيا بتقوم بعبادات كتير بتحافظ على الفرائض بتقتي النوافل بطريقة يعني مش متعود أنت تعمل كده في الأهم العادية فبحس إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو حياتك بقى العادية بقت كده أخرتك هتبقى عيد يعني لو حياتنا ملخص كده بمقصيا لو حياتنا بقت رمضان أخرتنا هتبقى عيد فبحس إن ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك إن أخرت اللي اجتهت في العبادة والطاعة لو عيشت حياتك كلها كده أخرتك هتبقى شبه اللي انت نفسك تعمل به ده وعبادة مش عبادة أهل الجنة بقى عشان الجنة مش عبادة بس يعني إيه أكتر حاجة بيبتسم بها أهل الجنة التصور والتصامر والصهر والزحك هو ده اللي احنا بنعمله في دعيين فسبحان الله لو عيشنا حياتنا الطبيعية رمضان ربنا سبحانه وتعالى هكافئنا بالفرحة دي في الآخر وحتة صغيرة بقى خالص عشان بتواجه شباب كتير وبتيجي لقطة كده دايما بتقابل شباب كتير اللي هو أنا عبادت ربنا كتير في رمضان وقمت الليل وصمت وحفظت على صياني أنا باجي في العيد وبحس إن كل اللي فات ده ما تعملش برجع لنفسيتي وشخصيتي القديمة تاني مش عايز أصلي أو الصلاة إيه أو ما بقومش الليل وورد القرآن خلاص ضع أثبت الحتة دي ازاي بعد ما أنا اكتهدت جدا في العبادة إن انت تعمل تحترم ضعفك وتعمل جدوى الأوراد معقول طبيعي مش هينفع بعد ما كنت مقطع الدنيا في العبادة في رمضان أسيب كله يعني أنا مش عايز أبقى شبه حال الشيطان مش قصد أمثل حد بحد بس الشيطان بيجي ليلة المغرب بتاعت الآخر يوم في رمضان قبل الوقفة بتفك عنه السلاسل أنا مش عايزة كنت بتعمل كده أنا مش عايزة تبقى أنت متلجن في رمضان ومحافظ على عبادتك في رمضان وتيجي ليلة الوقفة أنا طعت كل يعني أنا شلت السلاسل وبقى رجعت الشخصيتي الأديمتين لا أنا بحافظ على أورادي بعمل ورد صغير ما بقطعش قرآن ما بقطعش قيام بعملهم بمعدل معقول طبيعي بس ما بسيبش كل حاجة جمل بيما ربنا تحفظ على الأقل نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبت أو كان عمله ديما يا صلى الله عليه صحيح فأنت يعني إيه القليل دائم خير من إيه صحيح أنا بحيس دائما الأبرز اللي بيوصل لحافظ على خطوات ولا أوليلة بس فضل عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة السر استمر أينعم استمر على الحاجة ربنا هيكرمك وأنت واحدة وعدة هتترقى في الدين يعني اقرأ وردك إنت مما تكرر أدرتك ما قلّه وكفى خير من ما كفره وقلّه قليل من دائم خير من كثير من قطر أنا سألت الشيخ محمد عن الفرحة وعن اتسامته في الفيديوهات ما جاوبنيش ما جاوبش ليه بقى لا لا والله يعني هي يعني منقول ده ساهل عليه بس أقول لك محمد الله المبارك دائما مبتسب يعني محمد لو أنت دايقته وإليك تبقى عارب اللي هو هي بيتحك وأنت بدايقه يعني عارب فهمني فهو ما شاء الله ده يعني ده طبعه فهو في الفيديوهات ده بطبعه يعني دي طبع في حضرتك أهي يعني إيه يعني ثلاثة ربع طبع بس يعني إيه بتضلع في الفيديوهات يعني إيه طريقة أنا نفسي الناس تبقى كده يعني أنت أنت وجعك يعني إيه حصل في حياتك موقف زي كده كتير كتير أبرزها إيه أبرزها ريحانة بنت يعني ما شاء الله هو ريحانة بنت حضرتك كم سنة خمس سنين ما شاء الله الله ما بارك الله ما بارك خبنا حفظها بكلك بي يا رب وجميع أبنانا وبنتنا الله ما بارك الله ما بارك إيه زيوم لما نمر التسود بتتغير بتتضبط يعني أنا هي عارفة أن أنا بتكلم كده في الرتم العادي فممكن ما تعملش الحاجة ألاقي توجد تغير تجري على طول فأنا أنا عايز الشخص أنت ممكن تكسبني بابتسامتك مش أكتر من كده أه عشان أعوز أقول لك لما حاجة حصلت معي موقف الموقف للتسامة ده أنا كنت راكم وصلاته راحي الشغل فجنبي مكرباص وفي واحد قاعد مهموم جدا يعني فأمت يعني إيه زي ما عملت له كده خليته بصلي يعني وأول ما بصليه أول ما دحكت له والله اتغير وجهه 180 درجة ودحك وتحس اللي الهموم اللي على كدفه كلها راحت ففعلا الابتسامة دي عبادة مهمة جدا متى تمشي كده عارف اللي هو إيه يعني فرق ابتسامات كده قفشه السلام الابتسامة دي سلام باشمانس أحمد في حال نافذ صلى الله عليه وسلم كان في حديث لازم حقرانا من المعروف الشيء حتى أنطلق أخواتك صحيح فسبحانا الله هو إذا ما هو بيقول عبادة أنا بحس أنا بحس الصراحة يعني أن إيه الناس برضو مفهومة عن العبادات بدأ ما يبقى شوضع شوية يعني مش إذا ما بقى في محراب الصلاة عشان ما بقى بتعبد لليه ممكن بتحك من بتعبد لليه ده حتة جميلة قلتها قبل يسأل حال إن انت ممكن تعبد ربنا في عدة مجالات مش شرط إن انت تكون قائم أناق ليلة وأتراف النهار ودي عبادة عظيمة طبعا يعني لكن ممكن تعبد ربنا بالابتسامة وما أسهلها يعني يا حضرنا هنا بشمهندس موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي باله في المسجد والصحابة لا تخصى عليه بولاد يعني العجيب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل انتهى من بوله وقام ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طرأته حديثا بيقول الرجل قال اللهم ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم على نعم ولا أول بحيد الخط عليه فكنت سمعت أحد علماء أنا نعم بيتكلم إني ليه بقى حصل كده فهو بصر للنبي صلى الله عليه وسلم اللي أقرأه مبتسما بيتحكله لقى الصحاب متضايقين متضايقين من هذا العمل الشنيع إنه هو بيتقول جوه الجامع فهنا الأثر عجيب يعني بتستمر تأثن الابتسامة دي جبر بخطره فصة من الناس كلها بتزجره والابتسامة بتستمر القلوب والله بتستمر القلوب زي محمد للموقف يتبدل 360 درجة بالابتسامة سبحان الله يتغير بالابتسامة لو الله كنت بخلص حاجات حكمية بالابتسامة ما شاء الله وكان بيتقالي أنا ما شاء الله الله تخش مبتسم كده الدنيا بتتحلم بإذن الله لأ ومحمد بغلاي بجدراتنا بقى الابتسامة يعني أنا كان دايما بالتعليقات البردو بتتقلم في المسجد أنا ما عرفش الابتسامة هيتعمل لها موضوع بقى زي بكام على الفرحة نغتنم الفرصة يعني دايما كان دايما يقوليه مثلا في المسجد وهنا رايحوا هو أنت على طول بتتحك فأنا بحس فعلا بقول لهم هو أنا لو ما تحكتش وسط إخواتي وبنتكلم عن ربنا وبنبص في الآيات فوالله فعلا أنت ما عرفش يعني إحنا في حاجة بيننا إحنا التلاتة لما في حد بنا مكشر وإحنا بنصور حد فينا يقول صلو على النبي لوحدنا وإحنا بنذكر والله العظيم لفظ النبي ده سين بيننا إحنا التلاتة فما تعرفش تذكر النبي وتبتتحك ولا تقول قال الله وتبتتحك ما تعرفش فسبحان الله فهو والله أنا بحس بقى ده السبب الحقيقي لو أنت كنت بتسألني في الأول يسبب الضحكة ما تعرفش تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال الله وتعستشعر بقى رحمة ربنا وكرمه وحلمه وستره بتعصيه وبسترك وبترجع له يقبلك طب ما تحكش زي ما شاء الله الشيخ محمود تكلم في فقرة فاتت عن نقطة مهمة جدا اللي وهي الاهتمام بالأهل لابتسابة مع الأهل مع الزوجة مع الأولاد احنا محتاجين نتكلم في النقطة دي احنا نتكلم وقص يعني احنا نتكلم ونقول وقصه بقى عشان نيه وفينها نشتر لا نتكلم وقصه احنا نتكلم فعلا مع إخواننا المشاهدين المشاهدات الدعاية كمان انت بتاسم ماشي والعيد فرحة وتعبير عن فرحة وكده لكن احنا محتاجين نفرح مع أولادنا ومحتاجين نفرح مع زوجتنا طبعا نعم خدهم معك بقى وانت بتصلي العيد كده حاضر شرواهم عصير بعد ذلك وخير وخرجهم يعني تقول ايه لكل زوج بيسمعنا دلوقتي كيف يدخل السعادة على زوجاتي هو أوليتها والله هو طبعا مهم جدا ان انت تهتم بأهلك في العيد وده يعني ايه دقب النفس وعلى سلم حال النفس وعلى سلم السيدة عائشة كان الأحباش بيلعبوا وبيتبرزوا في المزل فهي حابة تبص النفس وعلى سلم ما قال لي انت عايزة تبص يعني فهي قاعده فالنبي صلères الل lens هي بتحكي بتقول فوقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وخدي يلامس وخدة حريمانسية بقى بقى فهمني وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغت هي خالص ومالغ بتقول حتى مللت قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهبِي فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخل السرور على أهله إيه في وقت العيد خلته تتفرج عن الأحباش ونهم بيلعبوا والكلام ده كله فانت برضو بتحاول ان انت تدخل السرور على اهلك في العيدة تخدهم معك في الصلاة تروحوا اي مكان تقودوا فيه كويس الحاجات دي كلها بتدخل السرور عليهم طبعا جميل جدا وفي نفس الوقت برضو حاول انت تجيب لهم نفس العيد علشان خاطر ده بيدخل السرور عليهم والنفس على سلام كان يعني بيحثونا ان احنا نلبس الجديد في العيد فده يعني يحسوا ان هم لابسين حاجة جديدة كده فتدخل السرور على قلبهم يعني فكرة جميلة جدا ولكن انا بس اسمح لي قد تكل اعمل مدخلة بسيطة في حتة الجديد يعني طبعا جميل جدا دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش شرط الجديد يعني بالذات في ظل الغلاء والحاصل ممكن يكون احد اخوانا واحد ابائنا واحد القائمين على الاسرة ظروفه مش هتسمح بكده خلاص ربنا يا كريمك ربنا يوسع عليك يا رب الحلال المهمة تعيش الفرحة دي تعيش العبادة العظيمة دي حتى لو ما خرجتش بأولادة حتى لو ما تمكنتش ان انت تجيب لبسي جديد في العيد لكن عيش اجواء العيد لان الفرحة عبادة زي ما اكدنا في حالة تفضلش غاحمة ده من معنى كتبت أكده عني نعم الفرحة يعني قرار مش امكانيات اه انا بحس كده فزي ما احنا ساعات لما نبقى مصحومين في الشغل جدا فنروح خطفين ركعتين في الآخر وناس أربعون زياد فيهم القبول ونروح نكمل شغل زي ايامة تصوير الحراكة عرفع ونرجع نصدر ركعتين تانية لما كنا في رمضان بنعمل كده على قد بنصدد ونقارب نفس الحكاية يعني انت ما قدرتش تدخل الفرحة بكل اللبسي بقى جديد ممكن تجيب حاجة في البيوت جديدة تجيب للمدان بقى وردة تديها عادية يعني زي محمد كان بيقول العيد فرحة كده بعد رمضان هو برضو اعتبره بداية جديدة وفرصة جديدة فرصة للي ما بيعرفش يوم كده لان في ناس كتير احنا برضو ثقافتنا في مصر ما تعودناش على كده يعني ما نعرفش قوي ندخل الفرحة والسلوثة صراحة ما فرصة جديدة يمكن نقول يعني طبعا مع كافة الاحترام لجميع مشاهدين الكرام في مصر وغيرها بلدنا الحبيبة لكن ممكن مع انهمك الحياة والضغوط اللي حق علينا والبلاء والغلاء فبتلاقي فيه صعوبات يعني بطدي بقى فرصة بسبب الضغط يعني يدي المدام عدية بشكل اي كنت سمعت كده كم بقى كمش هم بتطع كم 14 ألف جديد انت كده يدبسني انا بكلم في المعنى يعني احد ما شيخنا كان بيقول ان انا هدي الزغط عدية بس انا يعني متفق ما حدا هيعمل لها صندوق كده بشكل معام فانا حسيت ان هو فكر في الكيف مش في الكم وهو ده اللي هيفرق معاها جاب لك سبريل لجوه مثلا يعني عارف حاجة يختغسله بيهادو مباحرة انا بكلم في المعنى ان هو فكر لام احنا بنجتهد في طريقنا الربنا في العبادة طب اذكر هنا بالطور الفرنية برضو يتفنن في انه يتعبد لربنا بالفرح ويدخل سرور يعني زي محمد قالي يعني الهدف في العيد التزور تزور الاهل والاحباب تفرحهم طب اتقول حاجة بس انا اضعك ما عليش كان محمود قال نقطة جميلة جدا فيها رومانسية جميلة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قرر رزقت حبها يعني رضي الله عنها ام المؤمنة عائشة في كتير من مشاهدين الكرام بيشوف ان الالتزام او التدين مش معناه كده انتوا بتتكلموا كده ازاي رومانسية ايه وبتاع ايه ومفروض ان تتكون راجل يعني تقول اياش محمد يعني سبحان الله هقول له نفس اللي النبي صلى الله عليه وسلم ردي به على حد استنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيبص فيه بيقول له ان لدي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا يعني ما بيبصهمش نفسه وسلم يقول له ما افعل لك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلب أنت لو في قلبك حنان هتشوف مشاعر من ناحية الناس المسؤولين منك دول ومشاعرك اتجاههم هتكسبك حبهم وودهم وفي طريقك في تربيتهم وفي احتوائهم أهم حاجة المشاعر بس أنا كنت عايز أتكلم في نقطة ونحن نتكلم عن الفرحة في جانب كده إحنا مفتقدين شوية أو بعض الأشخاص مفتقدينهم في فرحتنا في العيد معظمنا يعني الناس اللي تجوزوا نشغلوا قوي ببيتهم نشغل قوي ببنته ونشغل بابنه ونشغل بزوجته وهم كله أنه وفيه على النقيض يعني أنا ملاحظ أنه فيه الجانبين يعني فيه الجانب اللي أحاك بتكلم عنه ده هو نشغل جدا ببيته وزوجته وأولاده وفيه الجانب الثاني اللي نشغل بالحياة جدا بقى بعد الزواج لسيء ما يكون عليه أقصات وعليلتزامات فحاول أنه فانشغل عن أولاده بس أنا أصدي على البيت اللي قرر يفرح في العيد أحد دلوقتي فهم الموضوع صح وعارف أننا دلوقتي العيد ده اللي عبادة ربنا سبحانه وتعالى يطلبها مني دلوقتي أننا أفرح فانشغل قوي بأنه هو إزاي يفرح زوجته وهي إزاي يتفرح زوجها وإزاي يفرح أولاده ويدخل عليهم البهضة والسرور ونسي جالب مهم جدا نسي بيتين نفسهم يفرحوا أهل زوجته وأهله دلوقتي ممكن تبقى أمه نفسها قاعدة مش حسة لبعيد ولا برمضة وفرحتهم بيكو أصلا أهل في البيت مش حسة أصلا أهل أحسنت 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 أنا دخلت فاكرة كتكلم عن مسألة أنه هو بيركز في أولاده ويسيب الدعوة أو كده لكن حاجة يعني يطرقت نقطة مهمة جدا جدا فأنا دلوقتي مهتم انشغلي كله هل أنا وأنا بخطب العيد إزاي أخذ زوجتي معايا وأشوفها وبنتي يهتمي بيها طب أنا هصلي في المسجد البعيد ولا هيبقى غلط على بنتي شغل نفسي بأسريتي قوي ده جميل مش وحش بس أنا مشغلتش نفسي أن أنا في العيد في حروق أحرى أحسس أمي أنه أنا في عيد أنا جايب لك حافدتي ويجايب لك زوجتي وهنفرح البيت هيبقى شكله عيد وأهل أمه مش هيعيش هنا يربنا بارك في عمرهم مش هيعيش هنا أكتر من العشو يعني بيتك انت كده كده هيتميل عيد بيتك انت بلوسه شباب وهتفرحه وهتخرجه في بيت تاني يستنى منك نصف ساعة تحسسوا أن العيد عد عليك عيدهم بيك أهلك وأهل زوجتي ممتاز جداً ودي نقطة بشواندس تايماً بتجيرنا في الأسئلة في النهادة في الفتاوى وبصراحة بتكون محزينة جداً وأسرة جداً أسئلة الأباء والأمهات عن بيرل الأبناء سبحان الله دايماً سؤال جاي بالله عليك فضلت الشيخ إنصح ابني يزورني تلاقي أب يقول ابني ضربني تلاقي أم تقول ده ابني مش شفتوش من سنة وابني الوحيد ده لسه سؤال يعني من كم يوم كنت بسأله أحد العلماء أم كريمة فاضلة بتقول إن ابني ما جاليش من سنة لا الله فتخيروا إحنا في العيد يعني بس أنا بحس إن البر هو اللي بيوصل وأطعو بيعطل يعني هو الموقف الحركة سراته ده والله في صحابي قدام النبي اللي هو صحابيه من صحابة رسول الله لو لا أم فق أحدوكم بلا أردى زهبة ما بلغ أحدوكم مد أحدهم ولا نصيف ولا نصيف معرفش ينطق الشهادة قدام النبي صلى الله هو صحابيه من صحابة رسول الله فالنبي سأل أليه أم ليه أم فقاله نعم فأأتوب لها فأسألها أنت راضي عنه فأتوب لأ كان يأتي ليه بمر الفاكهة وهأتي لذوقته أولاده بحلو الفاكهة عجيب يتعطل معرفش ينطق وهو إيه صحابيه من صحابة رسول الله إحنا بقى هنعمل إيه حديث صحيحة أه عالقامة سبحان الله فأتعطل فما بقى لك بقى إحنا بقى هنعمل إيه ده صحابة رسول الله صلى الله فزي ما حرجو بتقول والله البر بيوصل سبحان الله ده كان يجيب لولدته فاكهة أصلا يعني ده واحد بس ده ينطق ياخد الحلو الأهله وزوجته وتعامل كده تعالى بقى على النقيد ده الرجل بتاع الصخرة ده كان بيدخل لأهله الأول الفاكهة وكلام ده كله حتى اللبن وقف وما رضاش يأكل عليهم بص عملين الفاكهة أتاها ببروا لهم بس شوف ربنا سبحان الله عنقذ ونجاة سبحان الله شوف بقى المقارنة في نهاية الحلقة للأسف الوقت تنتهى لكن فتحنا مضامهمة جدا والله أنا سعيد جدا وإذن إحنا فتحنا نقطة مهمة جدا محتاجين نتكلم فيها لكن على وعد نحن نكمل فيها بإذن الله سبحانه وتعالى وغيرها كل شكر والتقدير لضيفنا الكرام اللي نورونا في الحقيقة جزاكم الله عننا خيرا رضي الله عنكم اللهم امين مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في عيد الفطر المبارك ما زل معنا نخبة كبيرة من علمائنا وإخواننا الدعاء الكرام مع أطفالنا وأبنائنا وبناتنا طوال أيام العيد أيضا بصحبة الشيخ أشرف عامر في فقرات القرآن الكريم ما زلنا معكم في فقرات متعددة ما بين القرآن ما بين الإنشاد والابتهالات ما بين الحديث المباشر والدعوي المليء بالفرحة والسعادة بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم كل عامل أنتم بخير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد